في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا راق القلوب و لحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل فا نمضي على درب الصواب من قبل أن تجل الخطوب من قبل أن تجل الخطوب في رحلة تقوي الدروب بين المدائم والشعور جميل جدا و أنت تحفظ القرآن هناك عوامل نذكرها يتساعدك على تسهيل حفظك على تثبيت حفظك على إتقان حفظك من هذه الأمور المساعدة و لسائل المساعدة أنك أنت تفهم القرآن شلون؟ اليوم أنت عندك وجه تحفظه و أنت تحفظ هذا الوجه افتح التفسير معه و يا كثر التفاصير اللي عندنا ليس التفاصير في الكتب بس الآن في الأجهزة موجود اليوم أنت فاتح الجهاز سواء الآيفون أو غيره تدخل عليه تكتب أي صفحة أنت في القرآن تقرأ تفاصيرها تفهم الآية أنا بس أقول لك جربها اللي يحفظ القرآن و اللي يحفظ القرآن و اللي يتعلم القرآن خليه جرب أنه لما يحفظ صفحة واحدة من القرآن أو هو يراجع خليه يقرأ التفسير مجرد فهم رح يعرف أن القرآن هذا قاعد يثبت في قلبه من غير ما يشعر و يكون حفظه أفضل من غيره والدي رحمة الله عليه كنت في أيام أخطأ في القرآن لما صلي التراويح و القيام فناداني قال لي تعال فهد قال لي فهد ليش ما تقرأ التفسير ليش ما تفهم الآيات جميلة القصص جميلة في القرآن قصة يوسف عليه السلام و موسى عليه السلام و إبراهيم عليه السلام مع والده نوح عليه السلام مع ولده و أنا أقراره و أقرار أركبه فيها بسم الله يمجريها و مرساها أبو يقول لي قاعد تقراها علي فهد بس مو فاهمها كنت صغير ما قاعد أفهمها منك ما قاعد أحسها تعرف القصة قلت لا لا و الله يبه قال لي قرأ القصة و تعال قراها لي لما نيت قريتها له الوالد رحمة الله عليه حسها مني لأني فهمت القصة و قصص القرآن كلها جاءت للعبرة لأولي الألباب أصحاب العقول السليمة فجميل جدا و أنت تحفظ القرآن أن تخشع مع الفهم و تقرأ التفسير و صدقني راح تعرف أن هذا الأمر عامر مساعد جدا يجعلك تتقن القرآن الكريم من أجمل المراكز القرآنية في إسطنبول وأكثرها نشاطا و تخريجا للحفظة إنه مركز الجامع الأخضر الذي يديره الشيخ عبد الله أسطى و اطلعنا على تجربتهم في التحفيظ و التعليم القرآني و كان لي لقاء جميل جدا مع بعض مدرسي هذا المركز المتميز إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَنْرُ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ شيخ عبد العزيز أنا متأكد جدا أنكم تجدون صعوبة في تحفيظ الأبناء في بداية استقبالهم في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كيف تكون عندكم هذه الهمة يعني واحد يمن واحد لا يعرف اللغة العربية وتريد أن تحفظه قرآنا هو قرآنا في اللغة العربية ما هي الصعوبة التي تواجهونها في الوداية وكيف تكون عندكم هذه لما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوديمها عليكم أولا قراءة القرآن ليس بصعب في الأصل لأن الله عز وجل يقول في كلامه فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ أو وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُتَّكِرِ ولكن الأتراك ليس لسان عربيا وهذا يكون لنا صعب ولكن بعض الأمهات يقرأنا القرآن عندما يحملنا أولادهن وهذه القراءة والله تفيد الولد في الرحم وهو إذا ولد كأنه سمع هذا القرآن ويكون له سهل حفظ القرآن وهذا مجرب شيء مجرب الحمد لله نقول الأمهات أن يسمعون الآن هذا شيء مهم الأم التي تكون حاملاً بولدها أو بنتها الآن تحرص أن تقرأ القرآن نعم فنجد الآن الشيخ عبد العزي يقول أن وجدنا أثراً نعم عندما تقرأ الأم القرآن وتحرص على قراءة القرآن يومياً وهي تحمل هذا الإبن في أحشائها نعم يخرج بإذن الله وكأنه سمع القرآن الحمد لله في تركيا يكملون حفظ القرآن في كل سنة خمسة آلاف كل سنة كل سنة الحمد لله وهذا رقم رسمية مع هذا في المدارس خاصة الحمد لله المدارس الرسمية المعلن عنها خمس آلاف خمس آلاف غير المدارس الخاصة التي لا يعلن عنها أكثر منه نعم الحمد لله طلبت القرآن الرائعون الذين عندكم في هذا المركز القرآني الذين شهدناهم وتقطعت قلوبنا وفرحنا برؤيتهم ما هي الطريقة عندكم في تحفيظهم القرآن طريقة تحفيظ القرآن الكريم أولا يبدأ من تعارف حروف القرآن الكريم يعني ألف با با تا هكذا لأن طلاب التركية لا يعرفون اللغة العربية نعم نعم يجب عليه أن تتعارف حروف القرآن نعم بعد هذا تبدأ قراءة بسهولة طيب كم يستغرق وقت تعليمهم الحروف ألف با تقريبا عشرين إياه نعم وبعد هذا تبدأ قال الذين كفروا للذين هكذا تقريبا شهرين تدريج أيوه بالتدريج حتى يصل لهذه المرحلة بعد شهرين أيوه القراءة يجب أن تقرأ بالتجويد نعم في تركيا تجويد ألف با يعني كتابه ألف با بالتجويد نعم ماتي طبيعي ماتي متصل ماتي منفصل ماتي لازم نعم هكذا تقرؤون الكلمات مع تعارف التجويد أعتزبك في هبتك في تحديك وامشي على أمرك بسمع وطاع لو ضاقت الدنيا وجدت الأمل فيك قد المجرى والفضى واتساعد وردد معاني وردد معاني هناك طرق كثيرة في حفظ القرآن الكريم ويمكن أنا من كثرة مشاركاتي في المسابقات الدولية والمحلية أصبح عندي احتكاك مع معظم الدول وطرقهم في حفظ القرآن الكريم وعرف طرقهم ولكن لما أتيت إلى تركيا وزرت الحلقات ومراكز التحفير والمراكز القرآنية وجدت الطريقة العثمانية جميلة جدا وشدتني وكانت غريبة علي بصراحة فأنا حبيت أبين لكم إياه هناك طرق كثيرة ولكن الطريقة العثمانية أنا أعتقد أن أنتم مثلي أنا لما شفتها ما عرفتها وفرحت فيها كثيرا وآلآن أنا أبي أنقلكم أبي أنقلكم أبي أنقلكم هذه الطريقة الجميلة الطريقة العثمانية تخيل أنه ما يبدأ من بداية الجزء أبدا ما يحفظ يبدأ من الجزء الأول آخر صفحة من الجزء الأول يحفظها آخر صفحة وإذا انتقل ينتقل إلى آخر صفحة من الجزء الثاني وهكذا حتى يصل الجزء عم أضرب لك أنا مثال آخر صفحة في الجزء الأول في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أُوْ نَصَارَا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَ وَهُوَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يحفظ هذه الصفحة نحن أولا نحفظه الصحيفة من آخر كل جزء مثلا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أُوْ نَصَارَا تَهْتَدُوا من هذه الصحيفة يبدأ حفظ القرآن ثم ينتقل هذا اليوم انتهى كل يوم يحفظون صفحة ينتقل إلى الجزء الثاني آخر صفحة من الجزء الثاني فيقرأ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرُ بعد الجزء الأول يقرأ من فَلَمَّا فَصَلَ كذلك كل من كل الجزء يحفظ آخر الصحف نعم اليوم الثالث يحفظ آخر صفحة من الجزء الثالث طريقة عجيبة صراحة شدتني يحفظ آخر صفحة من الجزء الثالث قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ حَلِّ قَبْلِ الْأَخِيرَةِ إِلِّهِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذَا أَتَمَّ ثلاثين صحيفة ثم يبدأ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ هذا صحيفة جديدة ليس له حفظ مع وَقَالُوا كُونُوا بعد شهر وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ مع الصحيفتين التي حفظهما قبل شهر هكذا متى يصل صفحة الخامسة يكون ربع القرآن حافظ ربع القرآن متى بصل صفحة العاشرة يكون حافظ نصف القرآن متى يصل صفحة عشرين هذا يعني عيد للأولاد إذا أتم كل الحفظ الحمد لله يكون حافظا ماهرا وقويا فتخيل هذه الطريقة العثمانية الآن حفظ آخر صفحة من كل جزء إذا انتهى من الثلاثين جزء يرجع فيحفظ صفحة قبل الأخيرة من الجزء نفسه صفحة الأخيرة حتى ينتهي وبهذا إذا وصل إلى ألف لاميم من سورة البقرة يكون قد حفظ القرآن الكريم كاملا طريقة أنا أعتقد غريبة عليكم وكانت غريبة علي وغالبا في الطريقة العثمانية واللي احنا بعد زيارتنا لهم أنهم يحفظون القرآن تقريبا من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات فحبيت أبين لكم هذه الطريقة الجميلة الطريقة العثمانية في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ارتق لأنك حافظون يا مسلما ارتق إلى الفردوس تلقى المنعمة ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه وعملت فيه وعملت فيه عاملا ومعلما اتفقت أنا معاكم على أمر مهم جدا اتفقنا أن حفظ القرآن مهم ولكن المراجعة أهم لأنك من غير ما تراجع القرآن لا يمكن أن تستمر مع رحلتك في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وأنا وعدكم أني راح أعطيكم خطة للمراجعة تكون خطة المراجعة اليومية وخطة المراجعة الأسبوعية وخطة المراجعة الشهرية خطة المراجعة اليومية أنك يحافظ القرآن ولي قاعد تحفظ القرآن لا تراجع في اليوم أقل من جزء الواحد يقول لي أنا حافظ أقل من جزء شيخ فهد شا سوي؟ أنا أقول لك إذا حافظ أقل من جزء راجع حفظك أما إذا حافظ جزء وأكثر في اليوم لا تقل مراجعتك عن جزء في كتاب الله سبحانه وتعالى دائماً خطة المراجعة الأسبوعية هذه الخطة أنت تحسب في الأسبوع ما حفظت؟ المقرر الي عليك عندك يومين ثلاث أيام أربع أيام في الأسبوع ما حفظت؟ في نهاية الأسبوع تختار لك يوم حتى لو ما تحفظ فيه تراجع فيه كل مقررك في الأسبوع خطة المراجعة الشهرية تراجع أقل شيء خمس أجزاء ونفس الشيء نفس ما تكلمنا إذا أنت حافظ أقل من خمس أجزاء راجع حفظك كله إذا أنت حافظ خمس أجزاء راجع الخمس أجزاء حافظ أكثر راجع خمس أجزاء في الشهر اختار لك يوم هذه الخطة التي أعطيتك إياها تجعلك دائماً مع كتاب الله سبحانه وتعالى لا تنسى القرآن الذي قلناه يتفلت كتاب الله سبحانه وتعالى إذا لم تكن مع كتاب الله سبحانه وتعالى الحفظ يروح عنك لأن كتاب الله سبحانه وتعالى عزيز الخطط الخطة اليومية جزء الخطة الأسبوعية تراجع شنو أنت حفظت في الأسبوع وخطة المراجعة الشهرية أقل شيء خمس أجزاء وصدقوني ترى خمس أجزاء مو كثير أنت تقول شون أراجع خمس أجزاء ترى في ناس وأنا قابلتهم يراجعون في اليوم الواحد خمس أجزاء كتاب الله سبحانه وتعالى ميسر صلى الله يوفقنا ووفركم يا رب العالمين والدائن والشعور وبحضرات الفكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في نحلة تطوي الظروب بين المدائن والشعور وبحضرات الفكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر